سنقوم في هذا الدرس بتفكيك مشغل أقراس الفيديو الرقمية أو الـ DVD لنرى مكوناته وطريقة عمله سنلقي نظرة على مزود الطاقة ولوحة التحكم والوعاء الخاص بالقرص والليزر والغطاء الخارجي ابدأوا أولاً بفك البراغي حسناً يحتوي هذا الغطاء المعدني على مشابك تركب مع الجزء الآخر بالإضافة إلى هذه الفجوات الصغيرة التي تدخل فيها البراغي لقد وصلت الجهاز بالكهرباء لنرى طريقة عمله لكن لسلامتكم لا تحاولوا فعل ذلك إلا بوجود شخص مختص معكم سأريكم ما يحصل عند إدخال القرص الرقمي في الجهاز سيدخل الوعاء إلى الداخل وستلاحظون أن الجزء الخلفي ينخفض إلى الأسفل ليتيح المجال دخول الوعاء والقرص الرقمي ثم سيبدأ القرص بالدوران ويبدأ الليزر بعملية المسح ها قد دخل الوعاء سأضغط على تشغيل لاحظوا كيف بدأ القرص بالدوران تخرج الطاقة من هذه اللوحة إلى لوحة التحكم وترسل لوحة التحكم الأوامر إلى المحرك وتجمع المعلومات من الليزر ثم ترسلها إلى هذه المنافذ التي تتصل مع التلفاز وتعرض على شكل صورة حسناً سأقوم الآن بفك الغطاء الأمامي ها نحن دا تتكون هذه اللوحة من البلاستيك المشكل بالحقن وهذا الجزء شفاف لتدخل الأشاعة تحت الحمراء من جهاز التحكم عن بعد وهذه النقطة الصغيرة مخصصة لضوء الـ LED الذي يشير إلى أن الجهاز يعمل يوجد في الأعلى هذه الأزرار زر إخراج القرص البدء أو الإيقاف المؤقت إيقاف وزر تشغيل الطاقة تتكون هذه القطعة من بلاستيك ABS وهذه المشابك تركب مع الهيكل ما يجعلها سهلة التركيب والفك سنكمل الشرح في الدرس التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر